احتفالاً ببدء العام الميلادي الجديد أضيء البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالاً بالعام الجديد وللمزيد حول الأجواء بالعاصمة الإدارية الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية ضعنا في الأجواء الاحتفالية لديك الآن نعم يوسف كل عام وأنتم بخير ومصر جميعاً بألف خير نحن في العاصمة الإدارية الجديدة وتحديداً أمام البرج الأيقوني الذي أصبح أيقونة وسمة مميزة للعاصمة الإدارية ولمصر جميعاً واحتفالاً برأس السنة الميلادي الجديد 2023 تم إضاءة هذا البرج الأيقوني بمجموعة من الإضاءات المختلفة ومنها علم مصر وأيضاً رسومات فرعونية احتفالاً وابتهاجاً بقدوم العام الميلادي الجديد وهذه السنة الميلادية الجديدة نحن هنا في العاصمة الإدارية هذا البرج الذي يتكون من 78 طابقاً يصل ارتفاعه إلى نحو 400 متر وهو أيضاً مكون على مساحة 240 ألف متر مربع هذا البرج الذي أيضاً يحتوي مجموعة من الطوابق التي فيها أغراض للمكاتب الإدارية وأيضاً للفندقية والشقق الفندقية الفاخرة وبالتالي نتحدث عن برج أيقوني هو عنصر من عناصر الجذب السياحي هنا في العاصمة الإدارية الجديدة وفي مصر وتم إضاءته اليوم أيضاً للعام الميلادي الجديد 2023 الذي نتمنى أن يكون عام خير وبركة على مصر وعلى العالم أجمع بماشية الله تعالى ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير وأنت بخير أحمد ولكن ضعنا في الأجواء أكثر يعني المواطنون الأجواء حول البرج الأيقوني شكل العاصمة الإدارية الجديدة الآن العاصمة الإدارية بشكل عام جميعها فيها إضاءات مختلفة لجميع المباني التي موجودة هنا في العاصمة أيضاً هذا البرج هو أحد الأبراج العشرين الموجودة هنا في العاصمة الإدارية نتحدث عن عشرين برج موجود في العاصمة الإدارية تم إضاءة عدد كبير من مباني العاصمة الإدارية الذائل للعاصمة الإدارية عند دخوله لدى العاصمة سيجد أنوار مختلفة لمجموعة من هذه المباني الكثيرة احتفالاً بالعام الميلادي الجديد وجهاز أيضاً العاصمة الإدارية نظمها أيضاً مجموعة من الاحتفالات سوف تكون أيضاً مع قرب نهاية هذا العام عند منتصف الليل اليوم بماشية الله تعالى في الثانية عشر ليلاً احتفالاً وابتهاجاً بهذا العام الميلادي الجديد نحن هنا في العاصمة الإدارية نتابعه معكم لحظة بلحظة وننقله لكم على الهواء مباشرة نعم أحمد يعني الصورة خلفك تتحدث بالفعل عن نفسها وتناسب هذه الاحتفالية التي نتمنى فيها جميعاً الخير والرخاء لمصرين الحبيبة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر